موسيقى مشاهدين في كل مكان وصلنا إلى الساعة الأخيرة وتتابعون في أهم وأبرز أخبارها لهذه الليلة تتابعون كيف تقوم وحدات الجيش العربي السوري بعمليات التمشيط في أحياء حلب الشرقية وتتابعون أيضا في أهم الأخبار الخارجية الروسية تعد قرار واشنطن الخاص بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة خطوة عدوانية أهذا سياسيا أما محليا تتابعون فقد مجلس الوزراء يقرر استخدام جميع الموارد المتاحة والآبارة الاحتياطية لتقليص النقص الحاصل في المياه جراء التعديات الأرهابية كانت هذه أبرز الأخبار وإلى التفاصيل أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر نحييكم من جديد والبداية من حلب حيث رافقت الإخبارية السورية وحدات الجيش العربي السوري في جولة تمشيطية في حي سيف الدولة مرسلون وليد هناية وتفاصيل متابعين الآن نحن في منطقة سيف الدولة بالتحديد أمام هذه الحديقة حديقة سيف الدولة ورصد لواقع هذه المنطقة عبر شاشة الإخبارية السورية الآن لابد أن نذكر بأن الجيش العربي السوري ووحدات الهندسة هي مستمرة في عملية التنشيط لتأمين عبور الأهالي لداخل منطقة سيف الدولة ونلاحظ هذه الحديقة والأبنية المحازية لها مباشرة وواقع حرق هذه الأبنية من قبل الفصائل الإرهابية المسلحة قبل فلولها من هذه المنطقة باتجاه الأحياء الأخرى وأخيرا باتجاه الغرب من مدينة حلب بعد انكسارهم وانسحابهم نتحدث عن جامع سعد بن أبي وقاص هذا المسجد المعروف في هذه المنطقة اليوم نتحدث بأن عمليات التنشيط مستمرة لا سيما من قبل وحدات الهندسة الخاصة وهنا نتحدث بأنه تم العثور على دبابات ومدافع وراجمات صواريخ وعدد لا يحصى من القذائف الصاروخية قذائف الهاوين هي محلية الصنع وانظمة الصواريخ كما أيضا تم العثور على عبوات ناسفها زرعها المسلحون قبل فلولهم من الأحياء الشرقية بعد انكسارهم وانسحابهم من ما تبقى من الأجزاء الشرقية لمدينة حلب نحن نتحدث بأن الإرهابيين قاموا بتفخيخ كامل البيوت والشوارع والآلات الموسيقية والعاب الأطفال ولكن بحنكة وحدات الهندسة في جيش العربية السورية تم تفكيك كل هذه الألغام والعبوات وأيضا الوصول إلى مصنع للزخيرة كانت تقوم من خلال الفصائل المسلحة بتصنيع الألغام والعبوات الناسفة متابعين الآن نحن نشاهد واقع استوانات الغاز التي تقوم بتحضيرها الفصائل المسلحة في وقت سابق ومن هذا الساتر يوجد مرابط القزائف الصاروخية هذه الاستوانات تأتي عبر دعم تركي وهي تركية الصنع هذه الاستوانات تأتي من قبل جانب التركي للفصائل المسلحة المتواجدين هنا في هذه المنطقة كانوا في وقت سابق تقنى عبر الجولة هنا في منطقة سيف الدولة إلى أحد النقاط التي كانت تستخدمها المجموعات المسلحة كمركز الصحي لهم في منطقة سيف الدولة ووقع الدعم التركي بكل مكان وبكل مقر نتواجد فيه هناك دعم تركي بامتياز عن طريق كافة الأدوية وغيرها من المواد الغزائية وغيرها أيضا من حتى الأسلحة والعتاد والدعم العسكري للمسلحين الشوارع والمنازل وحتى ألعاب الأطفال تم تفخيخها من قبل الفصائل المسلحة قبل انسحابها من هذه الأحياء ولكن وحدات الهندسة تقوم بعمليات تكتيكية وتفكيك هذه العبوات تمهيدا لعودة الأهالي ولدناي الإخبارية السورية من منطقة سيف الدولة حلب أكد غبطة البطريارك يحن العاشر يازجي بطريارك وانطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس أن أبناء سوريا هم على الدوام يد واحدة وبجهودهم جميعا ستعود سوريا أفضل مما كانت وسيعيدون بناء كل ما دمرته يد الأرهاب جاء ذلك خلال جولة له برفقة محافظ حلب حسين دياب إلى المدينة القديمة حضارات وثقافة وأديان صدرتها سوريا للعالم أجمع وأبناء سوريا بوحدتهم ومحبتهم لوطنهم سيعيدون بناء كل ما دمرته يد الإرهاب هذا ما أكده البطريارك يحن العاشر يازجي بطريارك وانطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس خلال قيمه ومحافظ حلب حسين دياب بجولة على المدينة القديمة البطريارك يازجي أبدأ سفه للدمار الكبير الذي ألحقه الإرهاب بالأوابد الأثرية ودور العبادة وبكل مدينة حلب التي صمدت وبجهود كل أبنائها وبطولات الجيش العربي السوري انتصرت وتمنى يازجي أي عم هذا الشعور بالفرح والانتصار كل أراضي سوريا قريبا كل الخراب اللي شايفينه هذا هذا كله بتصلح نحن بائيين ونحن موجودين كل أبناء أهل بلد في سوريا ومشلمين ومسيحيين نحن عائلة واحدة ويد واحدة أو نبني ومن عمير وإذا كان البعض عنده اعتقادهم أنه إذا قاموا بهيك أعمال بيحققوا هن ما زي يظنون أنه ممكن يحققوا هن غلطانين كتير وأصلا ما قدروا الانتصارات العظيمة نحن الانتصار العظيم في الأيام الأخيرة اللي صارت بإعادة كل حلب إلى أحضان الوطن والتوحيد حلب من جانبه أشار محافظ حلب إلى أن الإرهاب قد دمر بيوت الله من مساجد وكنائس وأوابد أثرية والتي تشكل جزءا من التاريخ والحضارة الإنسانية وهذا تأكيد على أن هدف الإرهاب هو تدمير البشر والحجر ومن كتدرائية مار جورجوس البطرياركية بدماشق أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد أن سوريا مهد المسيحية ومنطلق الإسلام ستبقى الرائدة في تجسيد المفهوم الحقيقي للدين السامح الذي يرفض التطرف والأرهاب ويدعو إلى الأخوة والسلام والمحبة خلال زيارته مع وفد كبير من علماء الدين الإسلامي قداسة البطريارك مارغنات يوسف رام الثاني بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم في كتدرائية مارجورجوس البطرياركية بدماشق بمناسبة عيد الميلاد المجيد رأى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد أن أبناء الشعب السوري مسلمين ومسيحيين بنوا الحضارة في سوريا يدا بيد ولن تستطيع مؤامرات الوهابيين وحلفائهم وعملائهم أن تنال من صمود هذا الشعب المؤمن بوحدته الوطنية هذه هي سوريا وهذا اللقاء الإيماني للطواف المسيحية مع رجال العلماء ورجال العلم الإسلامي في هذه البطرياركية في يوم الذي نحتفل به جميعا ميلاد السيد المسيح الذي كان رسول المحبة والسلام وملاز البائس وشفاء المرضى كما ورد في القرآن الكريم ومولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا رحمة العالمين هذا التزامن مع انتصارات جيشنا العربي السوري البازل تضحيات شهدائنا الأبرار هذا النصر الذي حول الزمن إلى التاريخ فكان اللقاء إيمانيا في ظلال هذه المناسبات الكريمة والعزيزة على قلوب الشعب السوري وهذه اللقاءات ليست لقاءة فقط في العياد وإنما هي مستمرة من جانبه أكد قدسة البطريارك إفرام الثاني أنه رغم شراسة الهجمة الإرهابية المدعومة من الغرب ومن بعض دول المنطقة على سوريا إلا أنها لن تستطيع أن تفرق بين أبناء الشعب السوري الذين عاشوا على مدى تاريخهم وحدة وطنية رائدة ساعدت على استنباط وبناء حضرة فريدة من نوعها اللي بيميز العيد هالسنة هو تزامن عيد المولد النبوي الشريف مع عيد ميلاد السيد المسيح وبالوسط إجاء عيد حلب العيد اللي فرحنا كلياتنا نحن عيد الميلاد مهم عيد المولد النبوي مهم لكن بالأخير السيد المسيح جاء والنبي محمد جاء من أجل الإنسان فإذا كان الإنسان مضطهد ومقهور ما معنى العيد فالحقيقة عيد حلب تحرير حلب وفرحة أهل حلب تكاد تضغى على هذين العيدين وبالتالي حلب ربطت هالعيدين مع بعض ونحن كلياتنا فرحانين بعودة حلب وأمنياتنا أنه كل أبناء سورية مثل أبناء حلب يرجعوا لبيوتهم ويتحبوا ويتصافوا بين بعض ودعا البطريارك إفرام الثاني رجال الدين المسيحي وعلماء الدين الإسلامي إلى لعب دور أكبر في الحوار وتحقيق المصالحات من خلال الإرشاد الديني وتوجيه جيل الشباب وإعادة من غرر بهم إلى حضن الوطن مؤكدا أن صمود جيشنا العربي الباسل وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد والتفاف الشعب حول قيادته هي التي حققت الانتصار في حلب أكد الصحفي والمحلل السياسي البريطاني رابرت فيس كأن الجيش العربي السوري الذي يقاتل على ثمانين جبهة في وقت واحد ضد التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش وما يسمى جبهة النصرة يملك سجلا عسكريا يفتخر به هدي العلي لم يأتي تصنيف الجيش العربي السوري كأقوى الجيش العربية وأكثرها تنظيما وفي المركز الثالث عشر عالميا من فراقه فهو اليوم بعد أكثر من خمس سنوات من المعارك التي يخوضها ضد الإرهابيين لا يزال يحافظ على تماسكه وقوته حقائق وقعية أكد عليها الصحفي والمحلل السياسي البريطاني روبرت فيسك في مقاله الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية فيسك أكد أن الجيش العربي السوري هو من سيقوم بمهمة إعادة بناء البلاد عندما تنتهي الحرب مؤشيدا بقدرتها على القتال في ثمانين جبهة في وقت واحد ضد المجموعات الإرهابية مفشلا للأجندات الغربية السعي لإسقاط سوريا لم ينسى الصحفي البريطاني الإشارة إلى الخبرة التي اتسبها الجيش العربي السوري في محاربة المجموعات الإرهابية ساخرا من الأنظمة الغربية التي تجهل حقيقة ما يجري في سوريا وتدعم الإرهاب مديا ومعنويا غير مدركة أن هذا الإرهاب سيرتد عليها لمحالة وقد بدأ بالفعل انتصار الجيش في هذه الحرب المدعومة خارجيا سينهي الغطرصة الغربية كما أنهى الغزو الأمريكي البريطاني للعراق المغامرات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط كلمات ختم فيها فيسك مقالته مشيرا إلى دور روسيا الذي عاد إلى المنطقة وبروزها كقوة عظمى لها دور فاعل في المنطقة مزيد من الوفود الشعبية والرسمية اليمنية تتقاطر على السفارة السورية في صنعاء للتهنئة بانتصار الجيش العربي السوري في مدينة حلب مرسلون عبدالله اليوسفي والتفاصيل استمرارا لردود الفعل اليمنية المؤيدة لانتصارات الجيش العربي السوري وتأمين حلب بكاملها استقبلت السفارة السورية بصنعاء وفدا جديدا من المكونات والأحزاب السياسية اليمنية التي أكدت وقوفها ومساندتها لموقف سوريا في رفض الجماعات الإرهابية انتصار الجيش العربي السوري في دحره للقواء التكفيرية في حلب هو انتصار لمحور الممانعة والمقاومة انتصار للمشروع القوي العروبي في وجه حزيمة القواء التكفيرية رسائل فرحة واعتزاز بموقف سوريا في مواجهة المشروع الأمريكي والصهيوني بكل قوة لمدة تزيد عن خمس سنوات تلقتها السفارة من ممثلي الأحزاب الذين حرصوا على إيصال رسائلهم للشعب السوري وقيادته التي تمثل محور المقاومة الأول في المنطقة رسالتنا للسوريين نحن نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله واستكمل معركة تحرير سوريا طبعا هم الآن تقريبا استكملوا يمكن 80% أو 70% من معركتهم العسكرية وإنهم برضو توفيق في مرحلة برضو الصراع السياسية أو التسوية السياسية إن حصلت إن شاء الله في مؤتمر العسيتانا وستطاعوا أن يصلوا إلى حلول برضو سياسية منذ إعلان انتصار الجيش العربي السوري الباسل في حلب بدأت تتوافد إلى مقر السفارة العديد من الوفود من مختلف المكونات من مختلف الأحزاب من مختلف الشرائح اليمنية جاءوا لتقديم التهاني وتبركات بتحقيق هذا النصر لأنهم يعتبرون نفسهم في خندق واحد مع سوريا وحقيقة هو العدو واحد والمشروع واحد مشروع تدمير سوريا ومشروع تدمير اليمن وخلال اللقاء تعبر الجميع عن أن انتصار في حلب هو انتصار حقيقي انتصار في عدن انتصار في مأرب انتصار في جميع المحافظات اليمنية وخلال اللقاءات أكدت لهم أن الانتصار السبب الرئيسي للانتصار في سوريا كان بسبب الاعتماد على ثلاث مرتكزات رئيسية اللي عبر عن صمود شعبنا الشعب العربي السوري وبسالة المقاتل بسالة الجندي السوري بالإضافة لوجود قائد حكيم يعمل هذا الشعب وهذا تحت القيادة الحكيمية سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد فنتمنى ان شاء الله تحقيق النصر القريب في سوريا واليمان الارتياح الكبير الذي يبديه الشعب اليمني بمختلف مكوناته لانتصارات سورية يأتي في إطار الموقف الموحد في مواجهة الأطماع الخارجية لتمزيق المنطقة باستخدام أنظمة متآمرة في مقدمتها النظام السعودي تأكيد مستمر يرسله اليمنيون من صنعاء إلى دمشق بأن المعركة واحدة وأن الانتصار فيها يعد مكسبا للشعبين عبدالله اليوسفي على أخبارية السورية صنعاء نبقى في الشان السوري ومن الميدان إلى السياسة موسيقى 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 نحييكم من جديد أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية دكتورة بوثينا شعبان أن تحرير حلب من الأرهاب شكل تحولا في مجرى الحرب الأرهابية على سوريا هذا وقالت شعبان في حديث لصحيفة لترارني نوفيني لتشيكية نشرته اليوم إن معركة حلب كانت صعبة وقاسية لأنها قريبة من تركيا التي أرسلت الإرهابيين وزودتهم بالأسلحة والمال والذخيرة بحيث يمكن تحدث صراحة عن عدوان تركي ضد مدينة حلب وضد سوريا بشكل عام هذا وأكدت شعبان أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم الإرهابيين في سوريا وأن أوروبا سارت طوال فترة الحرب على سوريا في الظل الأمريكي باستثناء تشيكية دعا سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إلى محاصرة الفكر الظلامي وعزل الفكر التكفيري والعمل من أجل المزيد من توحد وتكامل وتلاقي ودعم المقاومة هذا وأكدت سيد نصر الله في حفل تأبني في بيروت حتمية انتصار المقاومة ومحورها أنا أقول للصعينة لا تراهنوا المستقبل في هذه المنطقة هو للمقاومة ولمحور المقاومة ولمشروع المقاومة هذا مش حكي بالخطابات هذا حكي يترجم بالدم وبالصمود وبالثبات وبالتضحيات الجسام في أكثر من بلد وفي أكثر من ميدان السيد نصر الله أشار إلى أن المطلوبة هو تدمير جروش المنطقة ليبقى الجيش الإسرائيلي مضحا أن الأولوية في المعركة هي لتحرير فلسطين وأن الأمة لن تتخلى عن فلسطين مهما بلغت التضحيات والألم مهما كانت الآلام هذه الأمة لن تتخلى عن فلسطين حسابات الإسرائيليين هي حسابات خائبة محور المقاومة سيخرج من هذه الحرب الكونية عليه في كل البلدان منتصرا أقوى أصل بعودا وأقوى وقودا إن شاء الله وشعوب هذه المنطقة وهذه التجربة المؤلمة سوف تخرج منها حركات المقاومة لتعود الأولوية في المحور وفي الأنظمة وفي الجيوش وفي الشعوب وفي الأحزاب وفي القوى السياسية وفي الفكر وفي الإعلام والمشاعر لتعود فلسطين هي الأولوية قال وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف لنظره الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي أن تزويد واشنطن للمعارضة السورية بالأسلحة قد يؤدي إلى ضحايا جدد هذا ووصفت وزارة الخارجية روسية قرار واشنطن الخاص بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة بالخطوة العدوانية التي تهدد الطائرات والقوات الروسية والسفارة الروسية في سوريا وجاء في بيان الخارجية الروسية بشأن صدور القانون الأمريكي الخاص بالنفقات العسكرية أن إدارة الرئيس باراك أوباما يجب أن تدرك أن الأسلحة المصدرة ستقع في أيدي الجهاديين الذين يتعاون معهم ما يسمى بالمعارضين المعتدلين منذ زمن طويل هذا وأشار البيان إلى أن واشنطن ربما تعول على ذلك في الحقيقة لأنها تشرف في الواقع على تنظيم جبهة النصر الأرهابي المتفرع عن القاعدة مؤكدا أنه يمكن وصف تلك الخطوة بتقديم الدعم للأرهابي الخطوات العملية لوقف العمليات القتالية في سوريا وبدء حوار سوري في أسيتانا هي محور اتصال هاتفي بين وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف ووزير خارجية نظام التركي مولود جاويش أغلو كما بحث لافيا مع الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون الأوضاع في سوريا بدورها أكدت الخارجية الروسية أن أدلة ارتكاب المجموعات المسلحة جرائم حرب في حلب ستسلم في أقرب وقت إلى جهات عديدة بما فيها وسائل الأعلام الشهبة انتصرت وحسمت معركتها ولكن ماذا عن تداعية ذلك الانتصار داخليا وخارجيا؟ الخارجية الروسية أطلقت جملة من المواقف المستندة إلى هذا الإنجاز ماريا زخاروفا ناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية كشفت عن أدلة تثبت ارتكاب المجموعات المسلحة جرائم حرب في حلب وأنها ستسلمها في أقرب وقت إلى جهات عديدة بما فيها وسائل الأعلام معربة عن أملها في أن يقدم المجتمع الدولي تقييما لائقا لجرائم الإرهابيين وأفراد العصابات المسلحة بحق المدنيين السوريين زخاروفا أشارت إلى حدوث تطورات عسكرية سياسية إيجابية في سوريا معتبرة أن استعادة الجيش العربي السوري لحلب شكل خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار تصريحات زخاروفا جاءت بعض الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو اتصال تبادل فيه الجانبان الآراء حول الوضع في سوريا ووفقا للخارجية الروسية فقد شتد لافروف وأوغلو على أهمية استكمال التنسيق في أقرب وقت ممكن بشأن الجوانب العملية لوقف العمليات القتالية وعز تنظيمات الإرهابية عما تسمى المعارضة المعتدلة بالإضافة إلى أعداد اجتماعا في العاصمة الكازاخستانية أسيتانا لإطلاق عملية سياسية لحل الأزمة في سوريا بدوره أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخايل بوغدانوف أن روسيا وإيران وتركيا ستكون الضامنة لأي اتفاق يمكن أن ينتج عن اجتماع كانون الثاني المقبل في أسيتانا بشأن إيجاد حل للأزمة في سوريا ويبقى السؤال عن مدى صياع نظام أردوغان للاتزامات مع موسكو وطهران وقبوله للسير في تصوية سياسية توافق عليها سوريا محليا قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عيمات خميس رئيس المجلس استقدام مزيدا من صاريج المياه من المحافظات لزيادة كميات المياه في مدينة دمشق وريفها وتوزيعها مجانا في الأحياء بالتنصيق بين محافظتي دمشق وريفها استحوذ الواقع المائي في مدينة دمشق وريفها على حيز كبير من مناقشات مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عيمات خميس رئيس المجلس حيث قرر المجلس استقدام مزيد من صاريج المياه من المحافظات لزيادة كميات المياه وتوزيعها مجانا في الأحياء تنسيق بين محافظتي دمشق وريفها واستخدام جميع الموارد المتاحة والأبار الاحتياطية لتقليص النقص الحاصل في مدينة دمشق ومحيطها جراء خروج نبع عين الفيج وعين حاروش عن الخدمة نتيجة التعديات الإرهابية وتحويل المياه إلى مجرى نهر بردة تقلت طبعا مؤسسة المياه في دمشق إلى تطبيق خطة الطوارئ المعدة والتي تلبي الحقيقة هي جزء من احتياجات أهلنا في مدينة دمشق وضواحيها بحدود 30% هذه المياه سوف توزع على قطاعات تعد قبل يوم ضمن برنامج جمعيا تظهر طبعا نحن نعلن هذا البرنامج قبل يوم من الفتح والإغلاق لا شك أن هذه الكمية ليست الكمية المعتادة هي كمية كما ذكرنا كمية بسيطة مؤقتة ستستمر حتى إن شاء الله العودة إلى المصادر الطبيعية في القريب العاجل كما أقر مجلس الوزراء استيراد باسات نقل داخلي جديدة لمدينة دمشق والمحافظات وتوصيف حالة الباسات المتوقفة في شركات النقل الداخلي بالمحافظات والوحادات الإدارية وإصلاحها كاملا إضافة إلى تقديم التسهيلات والإعفاءات من الرسوم إلى شركات القطاع الخاص العامل في مجال النقل الداخلي بعد تقييم الواقع الراهن وتحليل واقع هذه الشركات تم التوجيه من مجلس الوزراء لرفع أداء هذه الشركات من خلال تأمين باسات جديدة ورفع طاقة أسطول هذه الشركات من الباسات إضافة إلى أيضا دعم هذه الشركات لإصلاح آلياتها المتوقفة بأسباب تتعلق بالأعطال وقطع الغيار إضافة إلى البحث عن آلي لتقديم تسهيلات لشركات النقل الخاصة لكي تكون رديف بالتسهيل على المواطن في مجال النقل الداخلي في المدن السورية الواقع الخدمي والاقتصادي في مدينة حلب كان على رأس القضايا التي توقف عندها مجلس الوزراء مطولا حيث كلف وزارات الدولة كافة العمل على توفير مستلزمات الواقع الخدمي والنهوض بالواقع الاقتصادي ضمن خطة واضحة خلال الفترة القريبة القادمة وكلف كل من وزارتي الزراعة والنفط وضع آلية جديدة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من المشتقات النفطية إضافة إلى تكليف شركة محروقات بتنسيق معالجان المحروقات في كل محافظة لتأمين حاجة هذا القطاع من المادة بشكل مباشر وكلف وزارة النقل متابعة واقع شركات الطيران الخاصة والتدقيق في مؤشراتها وتأكد من عدم مخالفتها لشروط العمل ضمن الأجواء السورية كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالتعاون السكني وذلك بهدف النهوض بقطاع التعاون السكني ليتماشى مع مرحلة إعادة الأعمار فقرة رأي عام لهذا المساء استطلعت آراء السوريين باعتداءات الإرهابيين على المياه في العاصمة دمشق لا يوجد مصطحة الشعب لا يوجد ضرر للشعب كيف يستمدعون بدون ماء أكيد مش مجموعات معتدلة بصراحة يعني هذه هي قمة الإرهاب ما فيه اعتدال بيقلك طاع مية عن عالم إنهم بيقلوا لك ابن بلدك وعم يدافوا عنا وهيك عالم بدون حرق وين الاعتدال بالموضوع؟ يعني هاي أبسط حق من حقوق الشعب يعني إنه المي رغم إنه سمموا المي وهرمون من المي راح نضال سامدين يعني كم تالي صمدنا خمس سنين بأضعب ظروف نحنا ما رح يسنين قطعة المي اللي ما رح توقف طرينا نحنا كشعب سوريين بلشنا نشوف ضوء من البلد يعني ما رح نوقف على هل كم تصرف البشارة طاليا منهم عادي كثير وصمدنا خمس سنين ما صمد أكتر وأكتر وزعي الأيام يعني بكرة بيشوفه الإرهاب بشكل عام إنه خنقنا كثير ونحنا لهلأ سامدين ولهلأ بوشه ومو يقطعوا المي خمس سنين يقطعوا السنة بدنا نضل من نشرب المطر نشرب المطر ومنضل سامدين كرمال سوريا وكرمال قائد سوريا مازلنا في شان السوري حيث رفع الاتحاد السوري لشركات التأمين البدل الواجب على العبور وسير المركبات عبر البلاد العربية وبموجب القرار الصادر عن الاتحاد فقد ارتفع البدل ثلاثة أضعاف عما كان معمولا به سابقا إذ أصبح ثمانية عشر ألف ليرة بعد أن كان ستة ألاف ليرة ومن الشأن السوري نتحول إلى الشأن العربية ترجمة نانسي قنقر وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأمم المتحدة بأنها تبعث على الأسف وذلك بعد أيام من تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية هذا وغرد ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا إن الأمم المتحدة تملك إمكانات هائلة لكنها في الوقت الحالي مجرد ناد يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتا طيبا تبعث على الأسف الشديدة ولم تفلح ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن الفيتو ضد القرار الذي يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ذلك كشف نائب رئيس ما يسمى بلدية القدس مئير ترجمان عن مسعاه لتقديم خطط لبناء خمسة ألاف وستمائة وحدة استيطانية إضافية في القدس المحتلة رغم قرار مجلس الأمن الدولي الذي حضر أو حضر الاستيطان هناك وقال ترجمان الذي يترأس لجنة التخطيط في بلدية الاحتلال إنه لا توجد أي خطط لإلغاء ما هو مطروح للنقاش أمام اللجنة كرد على قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان مشيرا إلى أن مئات من الوحدات الاستيطانية كانت على جدول أعمال اللجنة قبل التصويت في الأمم المتحدة على ذلك القرار ووفقا للمعلومات فإن لجنة التخطيط في القدس ستقوم الأربعاء ببحث إصدار تراخيص لبناء ستمائة وثماني عشرة وحدة استيطانية إضافية في القدس يتعرض الفلسطينيون وخاصة الإعلاميون منهم لشتى صنوف الانتهاكات بحقهم وذلك بسبب نقلهم حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقرير خليل إبراهيم بمناسبة يوم الصحفي الفلسطيني نظمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقفات تضامنية مع الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم مصادر صحفية فلسطينية وثقت أكثر من ستمائة عملية اعتداء بحق الصحفيين من ذن لانتفاضة القدس تمثلت بالاعتقال والاحتجاز وتمديد الاعتقال والاعتداء المباشر بغرض إيقاع أكبر ضرار بهم في أطلاق الرصاص الحي والمعدني والضرب بالهروات إضافة إلى الإصابة بحالات اختناق وتسمم جراء إلقاء الغاز السام وغاز الفلفل إضافة إلى منع التواقم الصحفية من العمل والتغطية الإخبارية بهدف قمع حرية التعبير ومحاولة لإسكاة الصوت الفلسطيني المعارض للاحتلال لأن للكلمة حدا جارحا كما السيف وللحروف دوي كما رصاص يخشى العدو الصهيوني من سلاح الإعلام الذي يفضح جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني ويفضح ممارساته القمعية لذلك يتعرض صحفيون والمؤسسات الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لجرائم القمع والتنكيل والإرهاب في محاولة صهيونية لكسر أقلامهم وتكميم أفواههم لإخماد الصوت الفلسطيني صوت الحقيقة وتغييب الرواية الفلسطينية لما يجري على الساحة الفلسطينية من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية أكدت وزارة الخارجية العراقية أنها لا تعير وزنا لتصريحات وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير بشأن الحشد الشعبي وهي تمثل استمرارا للتعامل السعودي المتأزم مع العراق هذا وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان إن تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق والمنطلق أو المنطلق عفوا من خلفيات طائفية ضيقة وأكد المتحدث أن هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة وجعلها سببا لاستمرار توتر والأزمات خصوصا في كل من اليمن وسوريا ونبقى في العراق حيث اختطف مسلحون مجهولون الصحفية العراقية أفراح شوقي من منزلها في السيدية جنوب العاصمة بغداد مساء أمس وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية لوكالة فرانس بريس أن ثمانية مسلحين مجهولين يرتدون منابس مدنية قاموا باختطاف الصحفية والناشطة أفراح شوقي وسرقوا حاسوبها وهاتفها وأموالها وفروا في مقال زياد العجيل مدير مرصد الحريات الصحفية أن المسلحين قالوا أنهم تابعون لجهاز أمني رسمي هذا وطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من الأجهزة الأمنية الكشفة الفوري عن ملابسات الحادثة وبذل أقصى الجهود من أجل إنقاذ حياتها دولياً بدأ الخبراء في وزارة الدفاع الروسية تحليل بيانات الصندوق الأسود الأساسي للطائرة الروسية المنكوبة هذا وكانت الوزارة أعلنت عن العثور على الصندوق الأسود الأساسي للطائرة المنكوبة وقال مصدر في المكتب الإعلامي للوزارة أن جهاز فالكون الموجه عثر على جهاز التسجيل الأساسي للطائرة على بعد 1600 متر من الساحل وعلى عمق 17 مترا في البحر الأسود كما أكدت الوزارة انتشال 12 جثة و156 من أشلاء ضحايا الطائرة فيما أوضح مصدر من فرق الإنقاذ أنه تم خلال عمليات البحث العثور على قطع كبيرة من جسم الطائرة ومحركها الأيمن وذيلها قررت وزارة الدفاع والهيئات الأمنية روسية تعليق استخدام طائرات الركاب من طراز 254 حتى تحديد أسباب كارثة تحطم الطائرة من هذا الطراز فوق البحر الأسود يوم الأحد الماضي هذا ونقل موقع RT عن مصر روسي قوله إن عدد هذه الطائرات المستخدمة من طراز 254 من قبل مؤسسات وزارة الدفاع والهيئات الأمنية محدود لافتا إلى أن قرار تعليق تحليق هذه الطائرات لم يؤثر بقدر كبير على كثافة عمليات النقل الجوي للمؤسسات المعنية كشف تقرير أعده الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال تشكل أكبر مصدر للأسلحة في سوق السلاح العالمي مع إجرائها صفقات بيع للأسلحة العام الماضي بقيمة قاربت 40 مليار دولار وهو ما يمثل نحو نصف اتفاقيات سوق بيع الأسلحة في العالم هذا وأشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن التقرير أظهر أن أكبر مشتري أسلحة من هذه الدول في عام 2015 هو النظام القطري بقيمة تخطت 17 مليار دولار وبعدها مصر بقيمة 12 مليار دولار يليها النظام السعودي بثمانية مليارات دولار إضافة إلى الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي وكوريا الجنوبية وأضح تقرير أن فرنسا احتلت المرتبة الثانية في مبيعات الأسلحة بصفقات بلغت نحو 15 مليار دولار اعتقلت سلطات التركية مدير المقهى الملحق بصحيفة جمهورية التركية المعارضة بعد أن سمع وهو يقول أنه سيرفض تقديم الشاي لرئيس النظام التركي رامي عباس والتفاصيل ليس من الضروري أن تقوم بمظاهرة أو أن تكتب مقالا في صحيفة تنتقد فيه الحكومة حتى يتم إلقاء القبض عليك ففي بلد العدالة والتنمية أنت معرض لاعتقال والمحاسبة على نيتك الداخلية أو لمجرد أن تهمس بكلمات تعبر فيها عن رفضك لتقديم الشاي مثلا لرئيس النظام التركي رجب أردوغان كان في طريقه إلى عمله بالتزامن مع قطع الطرقات كجزء من إجراءات الأمن المتخذة استعدادا لكلمة كان سيلقيها أردوغان لن أقدم لهذا الرجل قدح شاي كلمات خرجت بغضب من مدير المقهى الملحق بصحيفة جمهوريات التركية كانت كافية لاعتبارها إهانة لرئيس النظام التركي واعتقاله على إثرها من قبل الشرطة وحبسه بانتظار تحديد موعد لمحاكمته ما حدث في هذا المبنى ليس له علاقة بالديمقراطية أي نوع من الوعي والثقافة والتعليم هذا السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات هي ما ينتظر مدير المقهى في حال محاكمته بتهمة إهانة الرئيس أعتقد أنهم يعاقبون الصحفيين إن الاستمرار بمحاكمته تحت الاعتقال أمر غير ممكن في ظل نظام عدالة عادي اعتقال وإقالة وترض من الوظائف في كافة مؤسسات الدولة مشهد لم يعد غريبا على الشعب التركي منذ محاولة الانقلاب في شهر تموز الفائت عشرات الآلاف من الموظفين أقيلوا والآلاف اعتقلوا لأسباب لا تتعدى الشبهات بارتباطهم بمحاولة الانقلاب قد يكون الشعب التركي اعتاد على ذلك لكنه لم يعتد على السكوت مطلقا والدليل الصيحات الرافضة للظلم التي يطلقها أساتذات الجامعات والصحفيين كل فترة رغم ما يليها من اعتقالات إلى العنوين وحدات الجيش العربي السوري تواصل عمليات التمشيط في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الخارجية الروسية تعد قرار واشنطن الخاص بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة خطوة عدوانية ومجلس الوزراء يقرر استخدام جميع الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتقليص النقص الحاصل في المياه جراء التعديات الأرهابية للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم تصفح موقع الأخبارية السورية على الانترنت بالإضافة لصفحتنا على فيسبوك والاستفادة من خدمة التالي كرام الأخبارية على الهواتف المحمول لكم تحية فريق العمل من الأخبارية السورية التي وعدتكم بأن لا تقيب ذكر شهدائنا وأن تبقى حاضرة دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة